نرحب بضيفنا من العاصمة القاهرة الأستاذ ذا يسري عبيد الكاتب والباحث في العلاقات الدولية أستاذ ذا يسري مرحبا بك كيف ستتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع حالة الميوعة الإسرائيلية بشأن الصفقة المرتقبة مع المقاومة الفلسطينية في غزة في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الولايات المتحدة الأمريكية ربما تستخدم جميع أوراق الضغط التي لديها للتأثير على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على الهدنة المقبلة حتى أنها حددت ربما أربعة أشهر لحث إسرائيل على القبول بها لوقف إطلاق النار وفي الوقت نفسه ربما تقدم للمقاومة الفلسطينية بعض الإغراءات للموافقة هي الأخرى على وقف كامل لإطلاق النار خلال هذه الأربعة أشهر ولكن يبدو أن بنامين نتنياهو يتعرض لضغوط من عدة جهات يتعرض لضغوط من الداخل الإسرائيلي ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن المعارضة الإسرائيلية للقبول بهذه الصفقة للإفراج عن الأسرة الإسرائيليين في المقابل يتعرض لضغوط من جانب الحلفاء المتطرفين في حكومتهم مثل لبنغفير واسمتريتش والذين يهددون بإسقاط الحكومة إذا تمت الموافقة على هذه الصفقة ولكن أعتقد أن تصريحات بنامين نتنياهو اليوم كانت واضحة في أنه يرفض أي صفقة توقف الحرب على قطاع غزة وتدمير حركة حماس وتمنع حركة حماس ربما النصر الاستراتيجي على إسرائيل في هذه المعاركة الدائرة الآن في قطاع غزة وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنها ستمارس جميع الضغوط على الجانب الإسرائيلي ولكن أعتقد في النهاية أن بنامين نتنياهو لن يستجيب للضغوط الأمريكية لأنه يعلن تماما أن الاستجابة للضغوط الأمريكية هي انهيار لهذه الحكومة وبدء محاكمة بنامين نتنياهو والوزراء المتطرفين والقادة العسكريين في إسرائيل وربما الذهاب بهم إلى السجن وهو ما تحاول المعارضة الإسرائيلية أن تجبر بنامين نتنياهو على القبول به وبالتالي هو ينظر إلى الأمور بشكل شخصي وينظر إلى مستقبله السياسي أكثر من حرصه على أن يقوم بتحرير الأسرى الموجودين في قطاع غزة والموافقة على صفقة شاملة لإنهاء هذا الملف طيب ولكن سيد عبيد أشرت إلى أن هناك مجموعة من الضغوط التي يمكن أن تمارسها واشنطن على تل أبيب ما طبيعتها؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تمرك الكثير من الأوراق للضغط على الجانب الإسرائيلي وهي كشف الغطاء السياسي والعسكري عن قوات الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر داعم لإسرائيل سياسيا في المنظمات الدولية وفي مجلس الأمن وهي استخدمت الفيتو أكثر من مرة للموافقة على وقف إطلاق النار فوري في قطاع غزة بالإضافة لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدعم العسكري الأول لإسرائيل والسفن والطائرات الأمريكية تأتي إلى إسرائيل بشكل يومي لمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بجميع ما تحتاجه من سواء قزائف دبابات أو صواريخ أو طائرات وأخرها الصفقة التي كانت ربما تحتوي على طائرات F35 وطائرات F16 وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هذه أوراق ضغط كبيرة لديها ولكن أعتقد أن الإدارة الأمريكية لديها الإرادة والجرأة الواضحة لاستخدام هذه الأوراق ضد إسرائيل لأن هذا العام هو عام الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية وتخشى إدارة بايدن من النفوذ اللوبي الصهيوني الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية والذي بالتأكيد له دور كبير في من يحكم البيت الأبيض خلال الأربع سنوات المقبلة وبالتالي هو ما يضع إدارة بايدن في موقف حرك شديد لأنها لن تستطيع أن تمارس ضغوطا كبيرة على الجانب الإسرائيلي للموافقة على هذه الصفقة لأنها تعلم تماما أنها ليست لديها القدرة على إجبار إسرائيل على القبول بهذه الصفقة ورأينا تصريحات بن غفير ورأينا حتى تصريحات بن يامين تنياهو الذي قال أنه غير مقبر على القبول بالشروط الأمريكية بالإضافة إلى أن بن يامين تنياهو ربما يعمل على عامل الوقت لترجيحه بأن دونالد ترامب هو الذي سيحكم البيت الأبيض في نهاية هذا العام وبالتالي هو لديها علاقة طيبة للغاية مع الجمهوريين ومع دونالد ترامب بالذات وبالتالي هو ربما يلعب على عامل الوقت لمحاولة استمرار هذه الحرب حتى مجيء ترامب الذي يعتبر دائما كبيرا وأساسيا لإسرائيل هل تقصد أن بن يامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال يماطل الآن في إبرام الصفقة مع حركة حماس لأنه ينتظر دونالد ترامب أعتقد أن هذا هو التوجه بن يامين نتنياهو دائما وأبدا كانت العلاقة بين بن يامين نتنياهو وبين الديمقراطيين من أيام حكم أوباما ونائبه بايدن وحتى هذه الإدارة هي علاقة متوترة للغاية والفترة التي كانت لديهم علاقة كبيرة مع الإدارة الأمريكية في فترة دونالد ترامب هو الذي منح إسرائيل امتيازات كبيرة هو الذي وفق على نقل الصفارة الأمريكية إلى القدس هو الذي وفق على أن تكون هضبة الجولان المحتلة إسرائيلية بالكامل هو الذي وفق على جميع المطالب الإسرائيلية وكانت لديه علاقات جيدة مع بن يامين نتنياهو وبالتالي هو بنامينة أنه يماطل لأنه يكسب المزيد من الوقت لأنه كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية فإن ربما القرارات الخارجية للإدارة الأمريكية ربما ستضعف بشكل كبير ولن تكون قادرة على اتخاذ قرارات ربما عميقة ضد قضايا الشرق الأوسط وخاصة القضية في قطاع غزة لأنه كما قلت أن اللوبي الصهيوني الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية له دور كبير للغاية في من يحكم البيت الأبيض خلال الفترة المقبلة ولبما يخشى بايدن من أن يؤثر هذا اللوبي على رئاساته للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترات المقبلة وبالتالي هو يعمل على استرضاء إسرائيل وفي نفس الوقت هو يحاول أن يمارس بعض الضغوط الخفيفة آملا أن يستجيب بني مينة تانيه لهذه الضغوط ويقوم بإبرام هذه الصفقة وهناك إشارة مهمة لغاية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحدث عن وقف كامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكل التصريحات التي تأتي من أركان هذه الإدارة تقول أنه لا يجب وقف إطلاق النار إلا بالقضاء على حركة حماس وإنهاء حكم الحركة في القطاع والإتيان بسلطة وطنية فلسطينية تكون غير معادية لإسرائيل في القطاع وبالتالي الإدارة الأمريكية موقفها واضح هي تريد هدنة ربما لإرجاع الأسرى وليس وقفا كاملا وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة طيب أعضاء في الكنسة الإسرائيلي قالوا أن بن يمين نتنياهو يمثل خطرا على أمن إسرائيل بسماحه لبن جفير بإهانة الحليف الاستراتيجي لتل أبيب يقصدون هنا الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذا الخطر في إسرائيل وهو وجود بن يمين نتنياهو كيف يمكن أو كيف ستتم إزالته من وجهة نظر الإسرائيليين المعارضين لسياسته أعتقد أن الداخل الإسرائيلي وجميع استطلاعات الرأي الآن في إسرائيل كلها تصب في استمرار الحرب على قطاع غزة جميع المظاهرات الموجودة الآن في تل أبيب والمناهضة لبن يمين نتنياهو هي لها غرض واحد وهو إبرام صفقة لعودة جميع الأسرة لا توجد مظاهرات تقول بأوقف الحرب على قطاع غزة لا توجد احتجاجات تطالب هذه الحكومة بإنهاء الحرب في قطاع غزة ولكن كل المظاهرات الموجودة هي لإجبار الحكومة على إبرام صفقة لإرجاع الأسرة وعندما يتم إرجاع هؤلاء الأسرة أعتقد أن هناك ستقوم هذه المظاهرات بحث الحكومة الإسرائيلية على تدمير الباقي من قطاع غزة واحتلاله بالكامل وعودة المستوطنات وبالتالي أغلبية المجتمع الإسرائيلي للأسف شديد هي أغلبية متطرفة الوزراء المتطرفون في حكومة بنيا مين نتنياهو لهم ثقة كبيرة في استمرار هذه الحكومة لأن انسحاب هؤلاء الوزراء ويعني انهيار هذه الحكومة وبالتالي المعارضة الإسرائيلية أعتقد أنها ليست اقتداء القدرة الكافية على إسقاط هذه الحكومة هو ربما تريد أن تضع الحكومة في حرك شديد في مسألة عودة الرهائن ولكن الكل في إسرائيل سواء معارضة أو حكومة لديه رغبة في استمرار هذه الحرب ولديه رغبة في القضاء على حركة حماس ولديه رغبة في إعادة احتلال قطاع غزة مرة أخرى وعودة المستوطنين وإنشاء مستوطنات جديدة داخل قطاع غزة لأنهم يرون أن قطاع غزة لا بد أن يكون مسالما لإسرائيل وأن تكون إسرائيل مسيطرة عليه عسكريا بشكل كامل وهذه طبيعة المجتمع الإسرائيلي أما من يقول بأن الحرب تقف أو يجب وقف الحرب على قطاع غزة لا توجد أصوات كافية داخل إسرائيل تدعو إلى وقف الحرب على قطاع غزة ولكن الأغلبية حسب استطلاعات الرأي تؤيد استمرار هذه الحرب وتؤيد استمرار بن يمين نتنياهو في السلطة وهو ما يعطي بن يمين نتنياهو ربما القوة للاستمرار في هذه الحرب والتصريحات التي تقول بأنه سيستمر في هذه الحرب أشهر طويلة للقضاء على حركة حماس وإعادة احتلال قطاع غزة عسكريا مرة أخرى إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية سيد يوسري عبيد إن كانت غير قادرة على إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف هذا العدوان الذي لا يزال مستمرا على قطاع غزة هل هناك طرف آخر بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية بيده مفتاح الحل للأسف الشديد لا توجد أطراف لديها مفتاح للحل في قطاع غزة أربعة أشهر الآن ولا أحد قادر على إجبار إسرائيل على وقف هذه المجازر التي ترتكب يوميا بحق سكان القطاع لا توجد القوة الوحيدة القادرة على إجبار إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية ليست لديها الإرادة الواضحة لممارسة هذه الضغوط القوية على جانب إسرائيل لوقف هذه الحرب الاتحاد الأوروبي يسير في فلك الولايات المتحدة الأمريكية يصدر تصريحات من هنا وهناك وليست لديه أي أدوات فاعلة لممارسة ضغوط على الجانب الإسرائيلي لوقف هذه الحرب الدول العربية للأسف الشديد لا تستخدم أي أوراق لديها قوية للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف هذه الحرب وبالتالي أعتقد أنه لا يوجد طرف واضح لديه المفتاح ولديه الحل السحلي لوقف هذه الحرب إلا الولايات المتحدة الأمريكية وهي ليست لديها الإرادة والإرادة الواضحة لممارسة الضغوط القوية على الجانب الإسرائيلي أما غير الولايات المتحدة الأمريكية فلا يوجد أي طرف لديه أدوات فاعلة على الأرض لإجبار إسرائيل على وقف هذه الحرب ووقف المجازر ووقف عملية الإبادة الجامعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة من عمليات ربما هدم للمباني وقتل للنساء والأطفال واستمرار الغارات العنيفة والمستمرة واستمرار استخدام جميع الأسلحة ضد المدنيين في قطاع غزة اشتركوا في القناة